السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا داكاترة. موعدنا النهاردة بازن الله تعالى من ميديول الفرونسك او الطب الشرعي درس يعني ايه? يعني بالعربي كده? التعرف. هنتعرف على ايه بالزبط? اكيد على واحد ميت او على واحد حي او ولا دا ولا دا. نشوف اصلا ازا كان لقدامنا ده انسان ولا لأ. طب هي دي عظمة ولا شعرة ولا ايه بالزبط? والدرس ده يا داكاترة عشان تكونوا عارفين يعني هو في الاساس بيتدرس في السكاشن. على كم سكشن اتشرح? الصدمة لكم اتشرح على اربع سكاشن. كل ساعة ونص يعني في حوالي ست ساعات. انا بقى في الفيديو ده بازن الله الواحد الاحد هجمع لك الدرس كله هنا. هعمل الحركة دي ازاي? بسيطة قوي. هبقى وبكل بساطة يعني هقول لك المعلومات اللي هتهمك للامتحان فقط. او حتى اقل منها بحتة قد كده. تمام? غير اللي انا طبعا مش هتخلك على اسئلة من النظري عشان مفيش اصلا. لكن هتخلك على اسئلة عاملي عادي. امتى هنتصبقى بازن الله اسئلة عاملي للدرس هنعمل مع بعض للدرس كله. وننقل على الاسئلة بتاعة العملي. وقبل ما نبدأ نتفق على العدوين مع بعض. يعني نكون كده ايه? ماشيين مساستمين بالنا. قلنا هنتعرف على ايه? لاما حد حي لما تمشي كده في الشارع وتقابل صاحبك بتعرف ايه ده فولاد ده احمد ده ابراهيم تعرفت عليه ازاي? بست حاجات هنعرفهم مع بعض. او ممكن بقى في الطب الشرعي نتعرف على واحد بعد ما يموت. وعلى فكرة شكله بيتغير خالص عنه وهو حي. وعشان كده ده الدرس الوحدي. واخيرا يعني العياده بالله ممكن نتعرف على عظم الواحد بعد ما بات وده ما تبقى منه. بس هكتب لكم بين قوسين كده معلش. يعني ممكن هو مات خلاص لكن ما سب لناش عظم. سب لنا حاجات تانية. زي ايه? ممكن تبقى هير. شعره. مجرم قتل حد وسب شعره في مكان مصرح الجريمة. او سب اي خلايا من جسمه مش شرط الشعر وكل الخلايا فيها النواة بتاعتها. حاجة اسمها نعرفها مع بعض. واخر حاجة الدم. سب وقع الدم. تمام? فهي دي العنوان بتاعتنا يا ده كاترة. امشوا معي وانتم سستمين بقى لكم كده. هنتعرف على واحد حي على واحد ميت. وعلى العظم اللي متبقية كحاجة رئيسية. وكحاجة ثانوية. معلومات قصيرة عن الهير والنيو كلس واللد اللي متبقي من القاتل اللي هيرت. وانت طبيب الدكتور الشرعي. هتعمل لنا زي المحاقق كونان. وتعرف لنا مين اللي قتل وجزاك الله خير. توكلنا على الله. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض بالايدنتفيكيشن اوف ذا ليفنج. هنتعرف على الواحد الحقيقي. لما تقابل صاحبك تتعرف عليه ازاي يا طرق. فكر كده معي. والله الحقيقة ككتب نتعرف عليه بستة حاجات. معنا الحاجة الاولى او بتقوم انت ملاحز الملامح بتاعته. يعني بتبص على شعره وعلى شنبه على لاحيته. بس الحاجات دي للاسف ممكن تتغير بالبلاستيك سيرجري. ودي المعلومة اللي علينا هنا. ممكن برضو نتعرف على الشخص ده بالفوتوغرافي بصورته. بس ده بينفع اكتر للناس الحية عن الناس اللي ميتة. زي ما قلنا الميت مواصفاته بتتغير. تمام? معادة شوية سيسنات هتشوفها. حلو الكلام. خلصنا حاجتين باربع حاجات. ممكن نتعرف عليه بالانثروبومتري. انثرو يعني جسم. وبومتري يعني ميشورمنت او مقاييس. احنا هنشوف المقاييس بتاعت جسمه. اللي هي اي يعني? والله لو كان واحد صاحبك واقف بعيد وبتتعرف عليه كده من هيئته. بتبص مسلا على طوله او الاسبان امتداده. يعني انت لو واحد معك اهو. من اول هنا لحد هنا ده طوله. لما يجي يفرد ايدي بقى ودي معلومة زيادة ليك. من اول ايدي هنا لحد ايدي هنا اسمه الاسبان. والاسبان على الفكرة بيسوي الطول. لما يجي يكون فرد ايدي. حلو الكلام. ممكن نتعرف عليه برضو. بالهاند رايتنج بخطه. بس مش اي واحد يقدر يقول ان الخطين دول متطبقين. لازم ان نعمل هنكبر الحبر. واناليسيس. هنحلله كمان. حاجات كيماوية. الكيماوي بكيماوي. ماشي. ممكن زي ما عارفين ناخد بصماته. اسمها عشان لو سمعت عنها في الامتحاء. لكن البصمات دي يا دكاترة يعني ايه? هي فعلا مميزة لكل شخص. لكن التشابهات ما بينها وبين الناس التانية بنقسمها الاربع انواع. هنبص مع بعض في الكتاب از كان حططلك الانواع. للاسف مش حططها لك كصور. بس الانواع مكتوبة قدامك هيا. بس ممكن نشوفها في جوجل عادي. واحنا معنا اربع انواع. النوع الاولاني اسمه ارش. بتبقى مقوسات كده هو. زي ما احنا شايفين اقواص فوق بعضها. النوع التاني اسمه لوبس. دايرة غير مكتملة. هل هي بتبقى مقوسات كده هو? ايوة. بس يعني ايه? كأنها هتكمل بس ما بتكملش. بسمها لوبس. وبعدين معنا اللي هي دوامات. زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده هو. حلو الكلام? معنا نوع كمان. هما اربعة زي ما اتفقنا. اسمه وده عبارة عميكس بين الوورلس واللوبس والارش. اللي همنا بقى كم في المية من الناس عندهم وكم في المية عندهم لوبس كم في المية عندهم كم في المية عندهم كم في المية عندهم كمبوزي. انا تلوقتي اكتر حاجة بيسألوا عليها هي النوع القلنى. لان اللوب دي اده كثرة انفتراضة ديت ايه دي العيان. كنا عندهم عظمتين في الارض. واحدة ناحية الثمب اسمها الريدياس ده الثمب القصير ده. واحدة ناحية ميديل لجوه. في الاناتوميك البوزيشن بتبقى لجوه. اسمها الالنر. بصينا على الدوامات بتاعتنا. مش الدوامات بقى لوبس. يعني دوائر غير مكتملة. لانها متجهة كده هو ناحية الالنر. خلاص دي اسمها الالنر. طب لو كانت متجهة العكس كده هو. ناحية الريدياس ايه ما اسمها الريدياس. الالنر اللوبية ده كترة بتاعة الليفت هاند هنا مكتوب. على اساس ان الاتجاه بيبقى العكس في الرايت هاند. بس مش انا اختلف. بيبقى ستة وخمسين في المية من الناس عندهم ده كل المعلومات بحاول اوصلها هنا. زي ما كاتب لك هنا اهو. عندنا النسب كلها الكتاب للارشس واللوبس والوورلس والكمبوزيس. لكن اكتر نسبة فنرجع للملخص بتاعنا. ونكتب ان خمسة وستين في المية عندهم اللي هي دوائر غير مكتملة متجهة ناحية عبمة في الارض. نعرف اي بتتكون امتى? بتتكون في الحقيقة يعني جوة رحم الام. بس في الاسبوع او الشهر الكام. دي رقم تحفظه. تمام? رقم ستة اهو بدأ اتكرر معكته. يبقى احنا اخدنا ايه? اخدنا والله موضوع التعرف. نقدر نتعرف على الانسان الحي. لاما من ملامحه صورته او لاما من ملامحه برسنال لاما من صورته فيدوكرافي او من مقاييسه او من خط ايدو او من بصامة بصمات ايدو يعني اصباع. طب بصمات رجلو ممكن. فهنا معانا الفود برينت اللي هو لما الواحد يدوس على الارض بالشكل انتو شايفينه ده. يعرفنا عنه حاجات كتير على فكرة. بس ممكن يكون لابس كوتشي مش كده? اه ممكن مش شرط يبقى حافي. تمام ساعتها هنسميها ايه? ساعتها هنسميها شو برينت. للكوتشي بتاعه والمركة المشهورة بتحط العلامة التجارية بتاعتها. زي اديدس مسلا. يكون مكتوب على الرامل كده اديدس حرفية. ده بساعتنا فالتعرف على القاتل للداس وهرب. فده هيعرفنا عليه بالزبط. والله هيدينا معلومات عن طول المجرم ده. لان صاحبك الطويلة وهو ماشي جنبيك بيفرد رجليه لقدام اكتر. فالفرق بين الخطوة والتانية بيعرفنا او بيدينا فكرة عن طوله. لو كان فرق اكبر اكيد طويل اكتر. وبيقول لنا ازا كان بيجري ولا لأ. لان اللي بيجري بيدوس على الجزء الادام من رجليه اكتر. طب وازا كان دايس على جنب رجليه اكتر. لو مسلا دايس على الرجليه اليمين دي دخلة في الرمل. ورجليه الشمال لقى دي مرفوعة. او عاملة ببصمة اقل على الرمل. يبقى اكيد كان شايل حاجة تقيلة على الجزء اليمين. فهيعرفنا كمان ازا كان ولا لأ. على وان سايت. وكده خلصنا ستة حاجات بتوع بتاع الليفك. وده المختصر بتاحه من العلمات اللي هتهمك اللي امتحان كاكثرية. ونفتكر مع بعض لحنا يعني بتبص على اللي بتحاني. اتعرفنا على الحي بالستة حاجات دول. حلو الكلام? حلو الكلام. نبصوا بقى على الميت. الميت دا كترة للأسف ممكن دي بقى ميت مشوه او غير مشوه. لو غير مشوه اسمه غير مشوه. ساعتها هنتعرف عليه ازاي? هنبص في الاول على اللي هي حاجات ما بتتغيرشي الا بصعوبة جدا. زي ايه مسلا? بس نكتب من قصين الاول عشان تفتكروا. زي مسلا هو كان ميل ولا في ميل? الايج عمرو في بعض الملامح على وشه او على جسمه تقول لنا عمرو وما الاخر. وهنبص برضو على اللي هي بقى حاجات حاجات ممكن تتغير. وهو كان عايش يادر يغيرها عادي. زي مسلا شعره لونه طوله. جلده لونه وطوله برضو. او قصد لونه فقط او ما الاخره. وبقيت ملامح وشه وما الاخره. دي كلها حاجات يعني يمكن لحنا نغيرها. يهمك فقط ان ما تدهاش تغيره. تقدر تغيره. وبالمؤاصفات ديت نقدر نتعرف على الميت الغير مشوه. طيب والميت المشوه. اهو. ساعتها بقى ان افترضنا ان مجموعة ماتت مسلا في حريقة او في قنبلة ولا حاجة. هتقسمهم كجروبات. هتعمل حاجة اسمها. هتقسمهم لجروبس. اهو. مسلا نحط جروب بس. وجروب في ميل بس. وبعد كده نرجع نقسمهم تاني. اهو اقسم من الاول ميل في ميل. بعد كده هنقسم. الطويل هنا. القصير هنا. وبعد كده نقسم. الاطفال هنا. وكبر السن هنا. ونقسم على حاجات كتيرة على فكرة. ده هيسهل لنا في ايه? هيسهل لنا للمرحلة التانية من التعرف على الميت. والمرحلة التانية اسمها ال positive. هنا بقى positive اللي هي ال conclusive stage. هنشوف المعلومات اللي معانا ال pre mortem يعني ما قبل ما يموت. وال post mortem. pre and post mortem information. وهنقارنهم. هنقارن المعلومات اللي معانا ما قبله وما بعد الموت. طب ليه ما عملناش كده من الاول? لا صعب. لان الناس كتير قوي ماتت والمعلومات دي تتغيرت. احنا بنشوف هنا الاقرب. اقرب المواصفات هو اللي احنا بنعمل conclusion عليه. حلو الكلام? وده يا ده كترة بتاع الميت. ازا كان غير مشوه هنبص على اللي احنا عرفينها القديمة. بصينا مسلا على اه طوله وعلى وزنه. على اصله وعلى دينة بتاعه. بعد كده اللي هي ممكن نغيرها اثناء حياته او حتى تقل. لو راح مسلا عند اه دكتور الاسنان. وعلى الفكرة في حاجة اسمها دينتل فيجر برينت او دينتل برينت. ممكن يغير هالو. عشان العضة بتاعته تختلف. المشوه بقى المجموعة هنقسبهم على حسب مسلا اه لون شعرهم على حسب لون عينيهم اللي عندهم تتوس في مجموعة اللي مش عنهم في مجموعة طوله وبكزا. وما الاخر. وبعد كده هنروح لمرحلة تانية او ونشوف ازا كان متاح معنا الفود برينت ولا ونقارن المعلومات السابقة ونسأل عيلته وما الاخر. المهم اللي احنا نتعرف انت مين يا شخص ياللي المت. تمام? حلو الكلام. وعلى فكرة احنا بنربط هنا بالدروس اللي فاتت. يعني احنا خلنا الديه. بعد كنت دلوقات يعني واحد مات وبعد كي حصل على التغيرات وبعد نتعرف عليه. حلو الكلام حلو الكلام. طب افرض بقى اللي جالنا ده ما كانش شخص حي ولا كان شخص ميت. قمال ايه? كان عظمة لوحد ميت. عظمة يا عم بقى عظمة ايوة عظمة. هتعمل ايه? هتشوف هي كان قطب حمد حيوان ولا لأ? والحيوانات ليها معقدة جدا. والحمد لله مش علينا في المنهج يدرسوها بقى بتوع الطب البيطري. توكلنا على الله. اصدقائنا الزبلاء المحترمين يعني. العظم. اه هنعرف عنها كزا حاجة كده بس يعني ايه? لازم اخترها لكم في نيمونيك الاول. هنعرف عنهم يعني ايه الكلام ده? يعني يا صديق العزيز لو عظمية جات لك اتقدر تعرف عنها خمس حاجات. هنبدأ كده وبكل احترام بالسيكس. هو كم ميل ولا في ميل? وبعد كده وبعد كده الهايت وبعد كده عدى وقت قديم نموت. وكل ده من العظمة اللي جات لك. فركز معايا بقى. يا طرى هنعرف ازاي ده ميل ولا في ميل? اولا عشان تعرف لازما يكون واحد كبير في السن. اللي هو يعني بلغ عشان تكون اشتغلت على جسمه. وإلا قبل كده انت زيك زي يعني ايه? آآ زي بقية البشر ما قبل البلوه يعني. حلو الكلام. عايزين نعرف هو ميل ولا في ميل? هنحط قانون كده عشان احنا وانحل لا اسئلة برضو بتقلقوش. لو كان ميل فهو مميز بالقوة. ماشي? وعشان كده هيكسب في عظمتين. هيكسب معانا العالمة دي معناها هنت. يعني بالتالي. هيكسب معانا في عظمة الجمجمة. وعظمة بتاعة الايه? القفص الصدر. طب والفي ميل كده هتقعد زعلانة مش كسبانا في حاجة? لا الفي ميل شغلناتها ايه في حياتها? ان احنا نسمع كلامها وانطيحها. طبعا. بس هي هتكون مركزة على الولادة. ان هي تولد في عظمها هيتأقلم مع كده. فهتكسب في حاجتين. اكيد من يعني الاماكن القريبة من الليوت راس من الراحم. فهتكسب في البلفس وهتكسب في ونشوف الكلام ده على وده الاختصار بتاع مكتوب عالدك بالتفاصيل التفاصيل بس هنبص سريعا كده على الكتاب. نروح على الكتاب وننزل مع بعض. الكلام المعقد ده بص ركز معي. احنا بناخد اخلنا اول حاجة بتاع ماشي وخلصنا الست حاجات بتوعه. بعد كده روحنا على وخلصنا بعدين نزلنا تحت ودخلنا على على طول. هنعرف عنا حروف صارة. ايه اول حاجة? السكس. السكس هي. هو ده المكان بتاع السكس. وبعد كده هناخد تاني حارف من حروف صارة. بصوا بقى معي. هنا معنا اه قلنا الميل هيكسب في حاجتين. في وفي الميل معنا هو. كل حاجته هتبقى اقوى واكتر في الاتنين دول. لانه قوي عاوز بقى ايه? يبقى قوي. فهنيجي نبص كده على الكلام ده. بيقول لك عضبية ديت الجنرال بتاعها بتبقى اكبر واتقل. وحاجة اسمه في بتبقى باينة اكتر ومحتاجين صورة على فكرة. او نفتح مع بعض دي علشان ما حدش يزعل من التاني. والكلام ده طبعا يعتبر معلومات سابقة. فانت قريدي عارفها. لكن انا احنا نرجحها على مع بعض كده. الميل هيكسب في. فلما يجي يقول لك ان عضميات السقل كبيرة وتقيلة تصدقني. ما يجي يقول لك ان اللي هي ديت فيها اه او هنا بيبقى واضح اكتر. ولما يجي يقول لك ان اللي هو اللي انا محدد عليه دلوقتي بيبقى اكتر. ولما يجي يقول لك ان الفرونتو نازل انجل بتبقى او حد اكتر في الميل. لما يجي يقول لك ان في حاجة اسمها في اللي هو الجزء ده بتبقى برزة اكتر وطويلة. وكمان حاجة اسمها اللي انا محدد عليها ديت. بتبقى اطول في الميل. والمستوي بروسيس ديت بتبقى الميل فاتصدقني. حلو الكلام يعني وباختصار كده الميل كسبان في في نقطة بس عشان يعني ايه ما تلغبطوش عشان ان بحبص معكم والله وعارف فين اللي بيلغبط. الاوكسبتال كوندايلز بتبقى نارو في الميلز. ماشي بتبقى عريضة اكتر في في ميلز. بس علملي على النجمة ديت علشان دي اللي بتلغبط في الحفز مش اكتر. حلو الكلام. هنروح لتاني حاجة كسب فيها الميل اللي استرنا. نروح على البيزيبل بادي. نظهر العظم كله. بص على عظمة الاسترنا. انت فين? انا والله يا باشا. العظمة لقدامك دي. بتقول لك ايه? في من حتة اسمها المانيبرم خط اخيرا هنا. بعد كده البادي اخيرا هنا وبعد كده. الاسترنا معمتا بتبقى اطول في الميل هو كسب فيها بقى. بتبقى ايه تاني? بتبقى اعرض. حلو الكلام. غير ان البادي اللي هو ده بيبقى اكتر من ضعف طول المانيبرم. يعني لو مانيبرم واحد يبقى هو اتنين? لا اكتر من اتنين. طب لو مانيبرم اتنين يبقى هو اربعة او اكتر. ده مع الميل. يبقى كده خلصنا الاسترنام والسكال اللي كسب فيها الميل. اما البلبيز والساكرم مين اللي هيكسب فيهم? مين يا ترى? الفيميل بقى مش مستهلة. طب ليه? علشان دية اللي هتولد. فهتاقلم نفسها ان هي ما تزعلش البيبي هو نازل. يعرف ينزل براحته. مش عاوزونه يخبط في الساكرم او البلبيس. عايزين المكان الممرة واسع شوية. ما تيجي تقرق كورة من مكان ديء. لا لا عايزين نوسعه شوية. وعشان كده هتلاقي كل حاجتها يعني يقلل مسعين درجة وما الاخره. اه حابب تحفظ دول سمعته? ان احنا هندي للسوسو او واحدة اسمها سيسو. هندي لها سلسلة فضة. ايه جي ديت? اه معنى كلمة فضة او سيلفر بالكيميستري. تمام? فاسوسو اه الاس ساب بيوبيك انجل الاي اليكريست. الاس ساكرم الاو اوبتوريتور فورمين ودي معلومة مهمة قوي ان يبتبقى تريانجولر الميل. لأهم واحدة. عاكيه عندنا الاسيتابلوم وجريتة ساعدة كنوتش. كده حافظنا العمود ده. والباقي هتفتكر ان في ميل هي اللي كسبانا. معادة في ايه? عشان ما تتلغبطش وبنعرف اللي بيلغبط. حاجة زي مسلا الاسيتابلوم. مالها الاسيتابلوم. اللي هيكسب فيها الميل طبعا. مش معنى? عشان دي بعيدة عن مكان الولادة. وما زعلكش. عاوزين نبص على اهو. ده معانة بيلفز اهو. اه دي طبعا الورا دي هي الساكرم. وبقيت تلات عضمات بتوع هي البيلفز. اللي هي دي طبعا والبيوبس والاس كامل لورا. نقعد عليها. اه شايفين بقى انتم المكان ده عاوزين بس نخليه اهو. اه خلتها في ميل. حلو الكلام. هنبص هنا البيبي هيخرج من فين? البيبي عاوز يخرج من هنا. ينزل كده. وعشان كده مسلا اخر الساكرم مش هتبقى عشان ما يعورش البيبي. سايدة كنوش هتبقى واسعة عشان البيبي يعرف يخرج. وجزء ده كده بيبقى واسع. لها عشان تمام? لكن حتة بره بقى. يعني يعني هنا دي كده. شلنا الفيمر. وهنلاقي دية اسمها الاسيتابلوم بيدخل فيها الفيمر. دي بعيدة عن مكان الولادة. فاللي هيكسب ميها مين? الفيميل. قصدي الميل. الميل هيكسبة فيها عشان بعيدة عن مكان الولادة. حلو الكلام? يبقى معانا الاسيتابلوم اعلم لي عليها نجمة. نروح على الساكرم هتبقى اوسع في الفيميل لكن هتبقى قصيرة ومش عشان ما تعورش البيبي وتسمح ان هو يقرق بكل سلاسف. نروح بقى على المؤخص بتاعنا ونفتكر اللي احنا ندرس اللي هو التعرف على العب. هنعرف منها حروف سارة ما تنساش بقى سارة وسيسو في الحصة دي. تمام? التمنى بس بتزعلش مننا. ما هتزعلش مننا سيسو احنا بس يعني ايه? كنا بنحاول نفتكر اسمك عشان يعني ايه? شوية حاجة كده في بتاع العظم يعني يا عزورينا. المهم عرفنا افتكرنا ان الميل بيبقى اقوى فكاسب في وقلنا الاستثناء بتاعنا منها مسلا الاكسوبيت الكندايل. تبقى نرو في الميل. وادرسنا الفيميل ان هي يهمها الولادة في حياتها. وعشان كده البلبس والساكرم هي هتكسب فيهم. واتفقنا استثناءات زي مسلا وما الاخر. حلو الكلام يا داكاترا هنروح على تاني حاجة معنا حرف الايه. وحرف الايه دا يا داكاترا هو الايش? اللي هو العمر يعني. ويا داكاترا العمر دا يعتبر اصعب حاجة في درسنا النهاردة وكله. ولو واحد جيه بص كده على اه العمر اللي عندنا لو واحد خليجي بص على الكمية اللي عندنا في العمر هيقول يا عمري. فانا مش عاوز اقول لك يعني ركز معي بقى عشان ايه داخلين على حتة تقيلة شوية. مش من ناحية الفهم. بس من ناحية الحفظ. فبصوا معايا كده على الكتاب. من اول هنا كده بيبدأ تمام? اه اعلن الكمية ديت كلها فيعني ايه ما ما تستكتروهاش. انا عاوز اقول لكم كده ومش عاوز في نفس الوقت. ساستموا البال بس ان شاء الله وهتلاقوا كل الامور سهلة. ركزوا معي. العمر دي ايه دا كده هندرس فيه تلات حاجات. تمام? اولا كده هندرس عن هنقدر نعرف العمر من اللي هي الجمجمة. والجمجمة بيبقى فيها زي حاجات متخيطة كده فيها بنقول عليها ودرسناها في الاناتوم بتاع وبرضو هنركز على او الفك السوفلي. وهنركز برضو على السنان. تمام? تمام. نقدر نعرف العمر من فين كمان? من مراكز التعظم. عشان احنا عارفين العظم ده. كان عبارة انه او غضروف الاول وبعكية ظهر في مراكز تعظه وبعكية تحول كله لعظم. حلو الكلام? حلو الكلام. في احنا منشوف نركز عليها. غير اللي احنا ما نبص على اي عظمة معنا اكيد يعني دي اساسيات عيب لانا نشرحها اصلا. هيقراكم في العظمة الجميلة دي جزء اللي فوق والجزء اللي تحت اسمهم اللي هم واللي تحت. لأ ده اسمه شافت ملناش دعوه بي. الشافت بقى بيلتحم مع اللي احنا ملناش دعوه بي ده. عند جزء ده اسمه بتاعها اسمه وبيكتمل عند اكتمال نمو العظمية دي. حلو الكلام. اه دلوقتي انا ولله الحمد زي ما قلت لكم ركزت عليها تلات الاف مرة في الفيديو ده ان انا اجزام اوريانتد. هقول لها تاني معالش معالش معالش. اجزام اوريانتد. لا 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 ده انا لازم اقول لها تاني سبورو سبورو تعني همزوم اوات. اجزام خلاص منتفقين? منتفقين. فانا جاي لخص لك الكلام ده. فبص يا اصدقاء يا محترمين. اهو من اول هنا الحد ده. دول اقل اهمية بالنسبة للامتحان واسئلته. فانت هتعدى عليها كبوك ريدنج. تمام? وهتكون حاطت في بالك ان الكلام ده هتدرسه تاني في الاطفال. البيدياتريك موديول. ان شاء الله في اه سنة ربعة او يعني ما الى ذلك يعني. فانت بتقرأ كده اعلم انك هتسألش في الكلام ده تاني يعني. تمام? فارك شوية في القراءة. تب وده مالو? لا ده انا مش عاوز اقول لك. هو وحاجة اسمها الميديولاري. هنعرف يعني متى الاوش. الاتنين دول مهمين جدا 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 جدا. اهو معلش هكتبها او جدا مهمة. حلو الكلام? حلو الكلام اوي. فدول هنعمل لهم ايه? دول هنعمل لهم سامري مع بعض هيدا. وهنحل عليهم اسئلة من امتحانات سابق. لكن دول هنبدأ الاول بكراه في الكتاب. عارفيني الايج? تلات حاجات هندرس عن بفيزيال يونيون. تمام? تمام? بصوا باعة الكتاب. اهو معانا اول حاجة ايه? هندرس عنها ايه? اه اه زي ما اتفقنا. وبعد كده هنروح على ما قبل الولادة ما بعد الولادة. هنروح على معانا ثم هنروح على والحطة الاخيرة ديت صفحة رقم تسعتاشر. وصفحة رقم تمنتاشر. من اول هنا كده. مهمين جدا جدا جدا. وهو لكم على المهم منهم يعني. بس نقرأ في الكتاب هنا في الاول. نخطط مع بعض الحبة معلومات. انا شايفها والله اعلم. يعني الاكثر تركيزة. فهات الهايلايتر كده. وخطط. سواء ما انت بتدرس من مذاكرات من كتاب من اه يعني كتاب اه ابراهيم عبدالعزيز اللي انا معرفش ومين اصلا. يبقى اه خطط معي. بيه حاجة اسمها اه اه اولا بالنسبة الديمينشنز. بيعرف لي ان الجنجومة ديت تلاتاشر بتاعها. وان الفونتانيلس الانتيريور بتقفل عند تمنتاشر شهر. يعني الكلام ده. انبسطوا على الراجل المحترم اللي معانا ده. هو مش راجل بقى وطفل. عرفنا ازاي? اهو بالفورنسيك بتاعنا. بقى ما تلسه اخدينها حالة في اللحزة دي. اه دي طبعا هي معانا. تمام? اسمها لانه بتبقى زي الخيط كده بعد ما تلحم. كنا خيطت حاجة. دي بقى الفتحة القدام ديت. كأنها يطلع منها ارض زي وحيد الكرن كده. اسمها الانتيريور فونتانيل. انتيريور اه عشان في بوستيريور. بوستيريور دي بتقفل على طول اه وانت جوه الراحب الام يعني. انتيريور بتقفل امتى? تمنتاشر شهر. تماشي اخدنا ايه تاني? اخدنا السيركم فرانس اللي هو الطول ده كده. داير ميدور. بيبقى تلاتاشر انش. بس دي المعلومة الاهم. عارفين والله ان خمسة اربعة لكن انا بقول لك الاهم. بنرجع الكلام تكون انت فهمت ده شكل ايه يعني? بيبقى بتقفل هي كحجم تلاتة فنجرس من صباع الطفل. بس ما لناش دعوا دلو. كامل معايا تخطيط يا باشي. بالنسبة اهم حاجة تعرف لي ان بيقفل عند اربعين سنة. يعني اللي هو سن نزول الكرآن على سيدنا محمد. رقم اربعين. هو الكورنال كأنه لابس تاج على رأسه. ومش فيش داعي بقى ورهلك الاورية لكل الحاجات دي على صورة. معانا الماندبل بيبقى رايت ان اضل. يعني ايه? يعني انبصينا كده على الماندبل. افتراضا كده اه. نشوف صورة عهزة. على سبيل المثال الانجل المحترب معانا ده. الماندبل ده. هتعمل خط كده وتطلع فيه فوق. يبا احنا كوننا كده كام? زاوية تسعين درجة. كما علماتك في الراضياتش ادي حيلك. لو كانت اوبتيوز يبقى او اكتر من تسعين يعني. ماشي. بالنسبة للتيث. اه طبعا عندنا السنان لبنية وسنان دائمة. اهم حاجة تعرف ان السنان اللبنية بتبدأ عند ست شهور. اما الدائمة بتبدأ عند ست السنين. ركز من شهور وسنين. تاني اهم معلومة. بتطول شوية ان هي تطلع. بتطلع عن تمتاشر ان هي عميقة. اما هنا الوزم تيث او عند تمنتاشر سنة. دي اهم المعلومات. حابب بقى تيجي على جنب هنا وترسم الرسمة ديت مفيش مشكلة. مش حابب برضو مفيش مشكلة. احنا عارفين طبعا لحنا عندنا اه سنان اسمها والله واعلم يعني اللي هي القواطع. وعندنا اللي هي الدروس وعندنا اللي هي نص الفك. النص التاني خمسة واضربها اللي هو يبقى كده معانا عشرين. ماشي. السنين بقى اكتبها لي كالقاتي. او الشهور. احنا هنا في الايه? في الملك دنتشن. تبقى بالشهور على طول. ستة تسعة اتناشر. اربعة وعشرين. وبعد كده في النص هنا كده معانا تمنتاشر. ودي اهم واحدة. ماشي هننزل عن ونكتب نفس الحاجة. هنكتبها ازاي يا طرح? بالطريقة دي. وبعد كده الارقام بقى تحفظهم ازاي? بالطريقة ديت. سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. اي رأيك? ماشي. واخر تلاتة ستة اتناشر تمنتاشر. الكلام ده كله ايه? بالسنين. الكلام هنا كله ايه? بالمنصر. اديك اه لحظة في اللحظة القدامك دي تاخد ليه? لانك بعد ما تقفل الفيديو هتقوم كاتب الكلام ده. او تكتبه دلوقتي بس يعني ماتتهش من الفيديو معايا. ماشي? حلو? حلو قوي. اه هنعمل زوم قوة تاني ونكمل بتاعتنا. بيقول لك يعني والله اعلم ان فيه للكلام ده. اهو. نقدر نتعرف اهو. الشخص ده يبقى مين بعضته مسلا? اهو تبقى كأنها فالمعتدي بنعرفه بالعضة. نعمل بقى بتوع الاسنان هما اللي يعرفهم. او بالتسمم لو واحد يتسمم لونسنانه بيتغير. بمثلا يعني بتبقى اخضر لو تسبب بنحاس لو مادة البيسمس. ازرق لو بالرصاص. اه لو كان بالزاق بقي بقى جريل. ناس مش هنختلف يعني. اه ده اللي يهمنا هنا. بالنسبة لسوفيكيشن سنتر. ازاي تفتكرها? بص ده اولا تكوين مراكز العظم جوه العظمة. علشان بعد كده يتحول من غضروف العظمة. لاما وانت في الجنين وانت في بطن الام او بعد الولادة. وانت في الجنين النمو بيبقى كالاتي. فاكتب الجملة دية معين. بيبقى بناء من تحت لفوق. يعني امور واضحة قوي. هنبدأ من تحت لفوق. فلو جبنا انسان زي ده قدامك هو جوه بطن الام ايه بقى هنبني من تحت لفوق. هنبدأ الكالكينياس والتيلاس دول عظم موجودين تحت هنا كده. رأيكم نجيب صورة افضل. بدايقيني قوي النت لما يجي على فوقات زي دي. فهنا يعني الله المستعنى صلى الله التأسير والرحمة من لدونا. بصوا انا مش مزعالك. انا اخد الصورة بنفسي. هنبص على الراجل اللي قدامنا ده. حلو الكلام. هنشيط بس من عنده وناخد نروح هنا كده ونعمل لها ايه? بالطريقة دي. بصوا باية ده كده. تركزوا معايا جبت لكم صورة مخصوصة. قلنا هنبني من تحت لفوق. فهنيجي عند الكالكينياس والتيلاس وانت عارف ايه العظم ده المفروض? هنا كده. خمس شهور سبع شهور. بعد نطلع فوق عند تمن شهور. عاوز تشيل ديت او بلاشي. بعد كده هنزل تحت تاني عند التبية هنا. عند التسعة شهور. يعني بالطريقة دي. تحاول تفتكيرها بس يهمني ان احنا هنبدأ من خمس شهور تكوين جوة الجنين الام. اما بعد الولادة فده من فوق لتحت. هنبدأ بالابر لمب الاول. اول حاجة هناخد اهو بتاع دي عند السنة الاولى. وبعدين هنزل لتحت ديت اه هنزل لتحت هنا مسلا عند ست سنين. هنزل لتحت عند سبع سنين. هنقوم تطلعين بالطريقة دي كده اهو تتخيل انت في بالك انت بتحفظ. هنروح عند اتناشر سنة. اوز تحفظه ومحفظه ومش عاوز تحفظه ومش كده 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 المعلمات ده هتعد عليك في ميديول الاططال. لازن الله عز وجل. لكن يهمينا اللي احنا بنبدأ تكوين بعد الولادة من اول سنة. وهنا من اول خمس شهور. ماشي? بعد سنة من الولادة وبعد خمس شهور من الفيرتوليزيشن. نرجع مع الملوخص بتاعنا عشان الواحد زيق الصراحة. احنا بندرس في ايه? انا هتهت معك نهائي. احنا بندرس في او في التعرف. قلنا ممكن نتعرف على عظمة وواحد جايبها لك. نعرف عنها معلومات كتيرة قوي. نعرف عنها حروف صارة. وعرفنا. الميل دي بقى اقوى والفيلم تبقى بتاعة الولادة. الايه? الايش. الايش بقى اه اول حاجة بصينا على السويتشا سولمان ده بالوتيث وبعد نروحنا على وكررنا البوك. كررنا الكتاب وعرفنا ان ديت يهمينا اكتر في الاتنين دول بقى? لأ. دول اللي احنا هنلخصهم. دول مهمين جدا للامتحان. مهمين جدا جدا. انا اكتبت عليه. هنعمل ملخص كده على السريع وياريت لو يعني تكتبه ورايا بعد ما اكتبه لك. اولا بالنسبة لليونيون بتاع فعندك تلاتة نيمونيكس تحفظهم معي. رقم واحد ان هو مكتوب على ايدك طمانتاشر. اللي هو يعني الايد اللي يمين بص عليها دلوقتي كده هتلاقي بكتوب عليه خط. وبعد كده العلامة دية. تمنتاشر بالايه بالعرب. واكيد معيهم تشعبوا بينكم ففيش ده عجيب صورة الايد يعني. تماش الرقم ده يفكرنا بايه? يفكرنا. ان بتاعة وكمان هيمسكهم مع الشفت بتاعتهم عند تمنتاشر سنة. فين العظم ده يا باشا? نروح للانسان الالي معنا هنا. نعمل زوب ان على ايد ايه? هم مش ببين لكن ان مكتوب تمنتاشر. بس ايد اليمين والله بيبقى كتوب عليها تمنتاشر بالشكل ده بص على ايدك. لكن اه العظم اللي انا كنت بقول لكم عليه حالا هو هنا دول معنا الكاربلس وبعد كده دول دي ودي 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 الخمس دول دول ميتا كاربلس. واللي متبقى ايد في الداعية دول الفلانجيس. فاحنا لما نجيب سيرة الميتا كاربلس او الفلانجيس. فالشفت بتاعتهم هتمسك مع اللي هو جزء ده بالزبط كده عند تمنتاشر سنة. سواء كان هنا الشفت مع او هنا. ده النمونيك الاولين. معنا النمونيك التاني الساعة والشنطة فوق عشرين وتحت تمنتاشر. يعني الساعة والشنطة. هو الراجل اللي قدامك ده الميجي يلبس ساعة وانت بتكتل بالساعة بتتبسها فيه. مش مستهلة. بالبس الساعة هنا كده. احسن. طب والشنطة بتشيلها على ايه? بتشيلها على كدفي. من هنا كده. حلو قوي. وعشان كده. الهيد اوف ده هيومرس. واللور اند اوف ده ريدياس والقلنا. بيعمل اليونيوم بتاع الابيفاسيس بتاعتهم. عند كام? عند عشرين. ده فوق. طب نفس الاماكن كوروسبودج لتحت. اللي هو ننزل تحت شوية كده. هنا الهيد اوف ده فيمر مع الشفت. وكمان اللور اند بتاع التبية والفيبلة. عند كام? عند تمنتاشر. نحفظه متس زي تاني. او الساعة والشنطة فوق عشرين وتحت تمنتاشر. بالنسبة اللي فوق فاحنا بنتكلم على الهيد بتاعت الهيومرس مع الشفت بتاعتها. دي الساعة. دي الشنطة قصدي. اما الساعة دي بتاعت الريدياس والقلنا مع الشفت بتاعتها. حلو الكلام? حلو الكلام. طب وبالنسبة اللي تحت. اه الكوروسبونج لمكان الساعة دي الهيد بتاعت الفيمر. مع الشفت بتاعتها. الكوروسبونج مع مكان. دي الكوروسبونج مع مكان الشنطة. الكوروسبونج مع مكان الساعة هي بتاعة العظمتين اللي هي التبيولة والفيبيولة او التبيا والفيبيولة. عشان اختلف يعني. ماشي ده تاني نيمونيك. احنا علينا كام نيمونيك تلاتة. تلاتة حاجات مهمين للامتحان وهنحل اسئات الامتحان دلوقتي. اخر واحد معنا هتفتكر ان الركبة واحد وعشرين. لما تشوف ركبة على طول تكتب واحد وعشرين. شوف انا مع يعني مرتب لكم الارقام تصاعديا. تمنتاشر. تمنتاشر عشرين واحد وعشرين. بس كده. الارقام الصغيرة تدرسها في مديول الاثفال. الركبة مقصود بيها ايه? ركزوا معايا. دي الركبة معنا هنا. اه دي طبعا عظمة الفيمر. دي معنا الابر اند فوق. اللور اند تحت. حلو قوي. دي معنا عظمة التبيا. دي معنا عظمة الفيبيولة. الابر انز بتاعيتهم فوق. الابر انز بتاعيتهم تحت. فلما نيجي نكلم على الروبة هي الحتة دية. تبقى اكيد الابر بتاعة teeth Virginia اندي فيبيلا. حلو الكلام قوي. اصلا ما تشوف رجبة عندك في الامتاع انت هتبقى صورة واحدة بس. هتبقى سهل قوي يعني. هتلقوش. يبقى هنا بنتكلم على مين? للسعيلين? بتاع الفيمر مع الشفت بتاعتها. طبعا الكلام ده عكس ده. بس انت هنا هتتخيل الرجبة هتبقى سهلة بالنسبة. والابر اند بتاعت التبيلا والفيبيلا. ليه التبيا والفيبيلا. مع الشفت بتاعتها. خلصنا كده الى كاترة بس انا لكم هناخد عنوانين. والمي دولاري كافتي. ملخص بيع السريع. تلاتة مكتوب عليلك تمنتاشر. والساعة والشانطة فوق عشرين. وتحت تمنتاشر والرجبة واحد وعشرين. وامتقلوش هديكم فرصة تاخد وكل حاجة نفسك فيها. بس يعني اصبر شوية عليه. ناخد العنوان التاني الاكستينت. احنا عارفين اه سمعتوا مصطلح النخاء العظم ده قبل كده مالو. نخاء العظم ده ده كاترة بيتم تكوينه جوة العظمية ذات نفسها. وبعد كده يمتد لرأس العظمة. امتداده اه بيبقى طبعا وانت بتكبر في عمرك. عشان كده ناخد مثلا عظمة الهيومرس. ماشي? عايزين نعرف اه امتداده بس نشوف صورة من جوجل. مثلا الصورة المحترمة المحترمة اللي معنا ديت. ديت عظمة تيبيكل. شايفين البون مارو اللي جوه ده وصل لحد فين وصل لحد فوق. بس هل بيوصل على طول كده من اول ما تتولد? لا بياخد فترة. تمام? عايزين نفتكب سريعا حاجتين في الاناتومي بتاع الهيومرس. بيقول لك اه بعد الهيد على طول في ده اسمها النك. ماشي? لكن في برضو خط التاني هنا كده اسمه لان ده بيحصل فيه العمليات الجراحية او الكسور البنسبة اكتر. اما الاناتوميكال فيه? الاناتوميكال فوقه هنا بعد الهيد. اهيد اسفلوت باي نك. اهيد بكوز اهيد بكوز هنا. هيوصل لمن الاول? هيوصل لسيرجيكال نيك والااول لأ طبعا يوصل لسيرجيكال بك يوصل للاوتوميكال. تمام? نرجع لبلاخص بتاعنا الهيومرس. بتاعها. حلوك كلم? هيوصل للسيرجيكال نيك اللي شفناه في الاول عند تلاتين سنة. اما الاوتوميكال هيوصل لها بعد تلات سنوات يعني عند تلات اوتلاتين سنة. ونحط النوتاية كده في الاخر معلش علشاني عشان هتيهمك في الامسي كيوز. بيقول لك نوت. الجسم بتاع الاسترنم عضمة الاسترنم المكونة بتادة تجزاء ملها. الجسم بتاعها الجزء المنتصف يعني امسك مع الجزء العلوي منها عند سن ستين سنة. عشان يبقى زي طرزان كده بيخبط على صدره عند سن ستين سنة. انا بفتك انا بد نمونك ده يعني كل واحد وليه طريقته. حلو الكلام? حلو الكلام. اللحظة دي اتمعلش? هتسمع كلامي ولا لا? عشان انت مش عارف اهمية الكلام ده دلوقتي. خد سكرينشوت. انا اخد معك اوه. بسم الله. اهو اخدت سكرينشوت انا كمان. معلش نسيت اكتب يام نوتس. اهو يام نوتس. خد بقى سكرينشوت تاني. طبعا مش هتخدها بعد يام نوتس ماشي يا عمد تحر. يهمنا بقى الكلام ده في ايه? الاسئلة اللي نحن لها مع بعض حالي. بس ان روحنا عالكتاب الاول احنا درسنا اي دلوقتي? درسنا اليونين اف دائبي فيزيز في واللور لمب وبقيت التفاصيل ديت كلها يعني مسلا بتاعت الستين سنة ديت هي مكتوبة لك هي. البادي بيمسك مع نور عن ستين سنة. والاكستنت بتاع دلي احنا درسنا وصلنا لحد هنا صفحة تسعتاشة. اه ماشي نبص معا على الاسئلة. الملف ده ده كترة انا هسيبه لكم في اه وصف الفيديو تحت بازن الله. تمام? للي حابب يعني يدرس منه. لان ديت هي اساس العامل اللي عندك. واحنا الدرس ده درس اصلا. وعش كده يعني انت بتربط الكلام بالايه? دول الاول على العظم. عايزين نعرف عمر الشخص اللي قدامنا ده اقل من معلش بقى نركز عليها. اقل من او اعلى من. ماشي? محدش يقول عمره كزا بالزبط. احنا نشوف اقلة واعلى. الاكس ريه اللي قدامك ده. بيين لك ايه? بيين لك العظمة ديت ودول ما لهم دول الريبس الضلوع ودي ايه? دي الهيومرس وورا عندنا مين الاسكابيا. اناتهم يعني. ماشي. عايزين نعرف بقى اقل من كام واكتر من كام. عنفترك التلاتة بتوعنا. مش هيخرجوا منهم اللي متحمة بتقلوش بازن الله عز وجل الا لو رخم عليك بدسبت واحد في المينة. التلاتة ايه? مين منهم كان بيتكلم على الهيومرس? هل هي الرجبة? لأ. طب هل ايدك تمنتاشر? لا. يبقى اكيد الساعة والشنطة. طب فوق ولا تحت? لا اكيد فوق. لان الفوق بتاع الابرلمب يقول لك ايه? الهيد بتاع الهيومرس بيمسك مع الشفت فوق عشرين سنة. فهنرجع كده هنشوف اللي انا بخطط عليها ديت. دي الهيد. دي الروس. وديت. لا ديت البادي. هل مسكوا مع بعض ولا لا? هشيل الكلام اللي انا حطه ده وبص بصة سريعة. نعمل زوم ان تاني? شايفين انتو الفراغ ده? اتمنى تكونوا ملاحظين وحطط عليهم. اهو. الفراغ ده. بيقول لك ان هما ما مسكوش مع بعض. ساعة كده اقل من عشرين سنة. لسه ما تمش عشرين السن اللي بيعمل فيه اه للهيد وللبادي. اللي هو الشافت يعني. وعش كده لسه ده ودي الاجابة معاني. نروح للصور اللي بعديها ونبص. هل الهيد مسكت مع الشافت ولا لأ? بصنا كده هوت لقينا انه مسكت الحمد الله. الفرق بين ديو دي. هنا في فراغ اكتر لقول انه اسود. هنا مفيش فراغ ده هنا بياض. البياض يعني عم. عشان ينايت نزل تحت. ده ده كاترة الكاربال بودز. ودول الميتا كاربال. ومعانا والقلنا. فمعانا برضو الساعة والشنط. الساعة لو انت بتلبس الساعة هنا كده. ده في الابرلم بيبقى اكيد اه منتكلم في عشرين. بصوا بعمله زوم ان ده كسر ده ملناش دعو بيه كسر ماشي? هنا الابيفيزيس. وهنا الشافت. شايفين الفراغ اللي ببقى بينهم ده? مالو. في فراغ هنا وفي فراغ هنا صغيرين قوي. يبقى النات ده كارتليش المفوضة هيتحول لعضب بعد سن العشرين. فده اقل من عشرين سنة. لان او العكس. الشافت بتاعه ممسكش معه الابيفيزيس. ننزل لي هنا. ونبص. هل الشافت مسك مع الابيفيزيس هنا? احنا هنا بنتكلم في الساعة والشنطة. يبقى لا. يبقى ده اقل من عشرين سنة. معلومة كمان بقى عشان جاب لك بقية التفاصيل ان ايدك بيكون مكتوب عليها طمانتاشر. ايدك يعني ايه? يعني الشافت بتاع الميتا كاربلز عايزين بس خط واضح. اهو الشافت بتاع الميتا كاربلز ده. يمسك مع الابيفيزيس اللي هو الجزء ده. عند الخط اللي انا مخططه دلقات. هل ماسك? اه ماسك. عارفنا زي لانه في بياض وليس سواد. بياض اهو. بياض يعني عظمة. حلول انهم اوباك. طب هما بيمسكوا امتى دول? احنا عارفين مكتوب عليك تمنتاشر بيمسكوا عند التمنتاشر. باكيد ده تم التمنتاشر اكيد. هو اكتر من تمنتاشر واقل من عشرين. عارفنا ازاي? اقل من عشرين لان ده لسه ما حصلوش اه يونيون. طب وده اكتر من تمنتاشر زي لان ده حصلو يونيون. تمام? فدي الاجابة معنا او اتين ليس دان توينتي. ودي اساية اللي بتاعنا ده كتا تركزوا فيها. هنا بقى ده واحد خاطب ولبس ليه ده خاتم? اهو. ده الخاتم الدبل اهو. فاكيد يعني اكتر من عشرين سنة ده لابس خاتم وجاي يتصور بي اكس راي يعني ويعني مبهدل الدني. طبعا المفروض كان يخلعه. بس نفتكر الساعة والشنطة مكتوب علي دك تمانتاشر. هل هنا مسكين في بعض? اه مسكين في بعض اهو. بقى اكتر من تمانتاشر. هل هنا مسكين في بعض? اه مسكين في بعض. يبقى اكتر من عشرين. غير انه خاطب اصلا فاكيد اكتر من عشرين. ماشي هننزل لتحت. هنا دي الرجبة. احنا قيلين ان الرجبة يعني واحد وعشرين سنة. الفراغ اللي في النص ده يا ده كاترة يعني اتمنى ما تلغبطوش ببقية الفراغات اللي احنا بنتكلم عليها. ده والله ده مفصل مفصل. ملناش ده عبيدة المفصل ذات نفسه. احنا بنتكلم على الفراغ ده. هل هو ماسك في بعضيه ولا لا مش ماسك. ليه? لان شافته وهنا شايفين في فراغ صغير هنا. تقرب يمسك بس ما مسكش. الرجبة بتمسك عند كم عند واحد وعشرين سنة. هل ده تم? لأ ليه لان لسه ما مسكتش? يبدأ اقل من واحد وعشرين سنة. حلو الكلام. ودي طبعا يعني ايه? ده اه دي ده تبية والفيبلة مش ببعيد. نزل اللي تحت. الصورة دي. هلمسكوا? اه مسكوا الحمد لله. ما تلغبطش الفراغ ده. ده المفصل. يبقى اكتر من واحد وعشرين. نزل اللي تحت. ده الساعة والشنطة تحت. تحت بتبقى تمنتاشر. قلنا ساعة والشنطة تحت يعني تمنتاشر. شايفين انتو الفراغ ده? مالو. ما بين الشافت. ما بين الإبيفزيس. مش مسكين مع بعد فيه سواد ده ما بينهم. ده كارتليتي. يبقى اقل من تمنتاشر. عرفنا زي اللي ان الامي يتم تكوين العظم اللي هنا. اقل من تمنتاشر لور اندو في ده تيبيا. والفيم لارنات يونايتد والده شافت بتاعتهم. حلو الكلام? حلو. بصوا بقى على الصورة دي بس يعني هنرجع على الملخص بتاعنا على السريع. قلنا اليونيون في ده بيفز. مكتوب علي دك تمنتاشر نمونيك الاولين. نمونيك التاني ساعة وشانطة فوق عشرين وتحت تمنتاشر. الرجبة واحد وعشرين. الميدالري بقى الاكستنت بتاعتها والنتاية الاخيرة دي. بصوا معي. احنا عدينا لعظمة اللي استرنا مكوناة من المانيبرام وبادي وزيفوي بروسس. المانيبرام بيمسك مع البادي هنا كده عند ستين سنة. هل ده ماسك? لأ. عرفت ازاي. شايفين ده? ده ده يعني ايه زي اه مصمار كده رابوتهم الاتنين مع بعض. عشان هما اصلا مش مسكين في بعض. ده على الشمال لازم ان يبقى اقل من ستين سنة لان الدول ما مسكوش لسه. طب وهنا? لأ دي اصل العظمة زيت نفسها طويلة. وهم مسكين لوحدهم مش مش حاطين ده ببيس ولا اي حاجة. يبقى ده اكتر من ستين سنة. حلو الكلام? وهي لك اقل من اربعين عشان الجزء ده بسانعين ما لنجد عبيد الوقت. هننزل هنا. شايفين اللون الاسود ده دي المضالة. هتوصل عند تلاتين. هتوصل للفوق شوية عند تلاتة وتلاتين. وهو ده الكلام اللي كاتبه لك هنا. يعني انا اتمنى اكون في التقوم قدر الامكان. تمام? انا الملف ده زي ما قلت لكم هسيبه بكم في وصف الفيديو تحت. غير كده اه اعاوز اقول لك ان احنا بنتده دلوقتي في بونس مش كده اه. الاش بس اللي احنا طولنا فيها شوية. احنا خلنا السيكس وخلصناها والاش وخلصناها دلوقتي الريس والهايت والطايم الباس ده هنعرفهم من البونس. خلينا نكتبهم كان بلخصات افضل. هنيجي هنا على سبيل المثال ونكتب ايج. واللي خلصناها خلينا نكتب الريس. الاصل بتاعه. اذا كان اللي هما الزنوك السود. فالسقل بتاعته الانتيريور فرونتال او الفرونتال سوتشرا ناسف مش هتلحم الا متأخر اوي. بيرزيستنت فرونتال سوتشر. سوتشر يعني زي خيط وفرونتال في عضمة الفرونتال بون بيرزيستنت يعني هتفضل. عايزين نبص الصورة سريعة كده عليها? مع انه والله يعيب لنا ورهالكم يعني بس يعني بس اه مش عايزين نسيب حاجة لما كنا شفناها. شايفين الخيوط دي? اه. ارى اياكم في الخيط القدامي ده. والخيط اللي ورا ده. كل خيط وليه اسم? الفرونتال اللي قدامي بيمسك عند سن متأخر اوي. حوالي تلاتين سنة. غير ان الفك السفلي اللي هو ده بيكون بارز لقدام اكتر. حاجة اسمها بروجناتزم. بس اللي يهمني مهمة معلومتين بيرزيستنت فرونتال سوتشا واكس شاب تيريون. يعني تيريون. في اربع عضمات هنا يا دا كاترة. عندنا الفرونتال بون برايتال بون تيمبرال بون سيفونويد بون. التلاتة دول لو التقوا في نقطتين يعني مسلا النقطة الاولى اهيه. والنقطة التانية اهيه? هيعملوا حرف اهو. عند بقى النجرويد هيلطقوا في نقطة واحدة بس. فيعملوا حرف الاكس. ده اللي يهمني عن الريس. بالنسبة للهيط تعرف لي اهم حاجة ان الفيمر بتمثل خمسة وعشرين في المية من طولة. بس. عارف والله الهيومرس تمنتاشر في المية. لكن الفيمر اهم. عشان لو واحد معك معك انت الفيمر تدرب الرقم بتطولها. فاربعة تعرف طول الشخص اللي قدامك هنكيب. في عنوان ده كاترة زيادة شوية. هو تمام? وده هنقرأه مع بعض في الكتاب فقط. اه لانه واصلة مش تابعة هو اضيفه لك كده مش اكتر. قبل ما نروح ونقرأه. انصحك في اللحظة دلوقتي. تاخد عشان الكلام ده هيهمك للامتحات. والله اعلم. تمام? انا اخدت برضو هو عشان ارجع انا برضو بينه. هنزل لتحت عليوني. وكنت قلت لك وقت ما وقفنا انك تاخد فما فيش دعنك تاخد تاني دلوقتي. هنقرأ ونكمل مع بعض. هنا ايه بقى? يعني اهم اتنين اه تعرف لسن الحياة سبع شهور. اللي هو بعد السن ده لو الامة ولدت الانسان يعرف عيش بدون الاحتياج لها. وتاني سن هو بتاع السنتين ده. سن الفطن. ربنا سبحانه وتعالى بيقوله وافصاله في عامين. يعني بعد عامين بينفصل عن امه. بيقدر يعني ما بيشربش منها اللبن. بس. وبيت بقى السنين سهل او يعني زي مسلا سن المدرسة سن التميز لازم ان يقعد مع امه بعد كده يدروح الامو براحته. سن البلوغ او سن الزواج. وعندين حاجات كتيرة او يعني. معانا من ورا لقدام كده سن التقاعد. سن الرئاسة سن ترشيح المجلس الشعب. سن الحقوق المدنية. وسن الزواج تاني. وما الاخر. حلو الكلام? بقى لنا جزء صغير قوي والله يعني انا مش عاوزكم بس تزهقوا مني. جزء صغير قوي. اتمنى اتمنى ما تكونش زهقت مني. نرجع على السريح. اقول ان احنا هنتعرف على الحاجة اللي قدامنا. لو كانت بستة حاجات دول. لو كان ميت هتشوف مشوه ولا لأ وكل حاجة بحاجتي. لو كان عظم هتشوف سارة. الطايم بازد سنس ديس. الطايم بازد سنس ديس دي ده كترة انا شرحتها لكم في درس البوست بورتم اتشينجيس. فمفيش ده اللي نكتبها تاني يعني لهؤ اقل من ستة شهور بس من ستة لاتناشر شهر. بيبقى آآ بيبقى وبعد كده من اكتر من اتناشر شهر. بيبقى العظم بس. تمام? اقل من ستة شهور بيبقى مع العظم كله. انا اختلف. فده ده كترة درسناها في الدرس اللي فات. حاجة سهلة كده بسيطة على السريعة. حرف سارة وخلصناها وخلصناها وخلصناها. نروح بقى على معانا الهير والبلند. بالنسبة للهير او ناخد آآ الاول. عشان سهلة شوية. بص. آآ يعني نواة اي خالية بتاحتوى على نواة. بحكس ما هنعرف دي ولا ميل. ماشي اهو مميزة ان هي الخلايا بتاعتها او خصيصة بتاحتوى على لما ناخد أو باكل يعني عينة من اللعاب بتاع البق اهو البق هنلاقي لكن لو اخدنا عينة من الدم تمام ساعتا هنلاقي حاجة اسمها ما لها او بادي بتاعتها موجودة في عينات الدم بتاعت الفيميل ده ده بي بي عشان ما اطلقبتش ببينه. آآ اللي احنا شايفينه قدامنا ده اهو بي موجود جوا النيوكليس بتاع الفيميل. وده هو نفسه اللي هو موجود في الدم في الحتة دي. تاب والميل لو الله الميل هنعمل لحاجة اسمها وهنلاقي عنده كروموزوم. هنعرفين الميل بيبقى اكس واي والفيميل اكس اكس. لو لقينا واي ولو واحدة بس يبقى اكيد ده ميل. بس اكيد هنلاقي اكس برضو. تمام? ده بالنسبة للنيوكليس او بالنسبة للهير او الشعر فاحنا برضو اجزام اوريانتد. شايفين انتو العنوان ده اه احنا هناخده دلوقت. لكن افتكروا الاول والله اعلم يعني ان الشعرية كان ليها فولك لتحت كده وطلع بالطريقة دي وعملنا التب بفوق. اللي فوق ده هو التب بتاع الشعر وعلى فكرة لو واحد لسه حالق التب ده بيبقى يعني ايه اه بيبقى شعر بكده. عشان كده ندر نعرف الواحد هل لسه حالق ولا حالق من يعني من كام يوم كده. طب وبعدين معانا الشافت الباضي اهو الباضي ندر نعرف منه ايه. ندر نعرف هل الشعر ده تعالانسان اللي ميت ده. حصله يعني اتخبط كده فتفتت ولا سجد يعني اتحرق اتشوق كده. وبعدين معانا مين? معانا الروت. ما لها الروت? ندر ندر نعرف منها ازا كان اه الشعرية دي توقعت لوحدها فولن ولا بولد باي فورس. حلو الكلام? حلو الكلام. نطبق بقى عمل. اه لكن عليك ان تعلم ان لازم تعرف احنا معانا هنا شعراية اصلا ولا فايبر. يعني معلش خليل نكتب الكلام بعد كده نشرح. لازم الاول تعرف. هل احنا معانا هنا شعراية? ولا معانا فايبر من تشيرت ولا حاجة? وبعدين لازم تعرف النوع. الشعراية دي ممكن تبقى بتاعت هيومن. ممكن تبقى بتاعت انيمل. الفايبر ده ممكن يبقى كوتن. ممكن يبقى سلك. الكلام ده كله عليك. ده الملخص كله يا ده كتر. انا تعبان والله عن ملخصات دي فاعني احمدوا الله عز وجل انا جايبها لكم على طبق من الدهن. بصوا هنا معايا. هل هو بتاع انيمل ولا بتاع هيومن? الانيمل بيكون عنده ويد كورتكس او اه ويد ميضالة معلش. دي الجوه الميضالة. وثين كورتكس. ده الانيمل. الهيومن عنده نارو انترابتت ميضالة. نزل اللي تحت. الشعر ايضية بولد باي فورس. ليه? شايفين انتو ده? ده ساحب حاجات تانية غري الشعر. ده مفرقعة كده. فاحنا شدينها بقوة. تبو دي تلاق دي دي جنريتد. يبقى اكيد واقعت لوحدة. نزل اللي تحت. شايفين دي تشرب لكت? يبقى ده لسه قطع او حلق الشعر قريب. تبو ده? لا ده دي نامت تاني. يعني دي البصيلة هي طلعت كده هوت ونامت تاني. مش شرب لكت. بعد ما تحلق شعرها بيانمو تاني. تمام حلوي. في حاجة اسمها بردو مش علينا. نزل لتحت. ديت كراشت. جبت الشاكوش وبوست الايه? الشعرية. دهسنا عليها. وديت برضو كراشت. بتاعت السكالب دي مش هنختلف. ليه فروة والراس يعني. دي بقى يعني شايفين الوان مختلفة واحد صبع او. هنا نوع الفايبر دي بقى القطن. لاما قطن او حرير. الحرير مختلف عن القطن يعني بطريقة واضحة. تلاقي ان الحرير حرير فعلا ناعم. اما القطن هنا خشن. هنا بتبقى وهنا خلصنا كده ده كاترة هنا. الجزء ده يبيحنا من عرفنا هالريسنت كوت ولا فيه ولا ولا من فيو ديز. العرفنا كراشت ولا سيجنت. اللي متحرقة دي مش علينا الحمد لله. الروت عرفنا فوق لنو ولا بالنسبة بقى ده كاترة للبلد. اخر حاجة معايا. البلد ممكن يجي لك آآ سامبل. ممكن ناخد عينة من انسان. او تبقى بقع آآ دروبليتس واع على الارض. او تبقى سباتر متفرقة. وكل حاجة وبتدينا كلوز مختلفة عن الجريمة اللي حصل. بعد ما بصينا على البلد ممكن يبقى لونه احمر. ممكن يبقى لونه بني. ممكن يبقى لونه اسود. على حسب ايه? على حسب يعني مش محتاجة اقول لك. الطبيعة الحال بيبقى احمر. يبقى? بيبقى داركر. كل ما بقى اقدم. المعلومتين الوحيدين اللي انا لخصلك بهم الصفحة كلها بتاعت. واهم معلومتين هم الجداد اللي عليك. هم اللي اضافوا في الفرنسيك. رقم واحد ان البلد جروبنج دي ما اضافتش في الفرنسيك بس يعني من قطرة هميتك اللي لازم اكتبها. ده يعني يقدر ينفي ولا يثبت. انبصينا كده على بتاع فده مثلا معانا خلية. دم حمرة. ودي خلية تانية بس عليها ودي خلية عليها ودي خلية عليها كلا خلية عليها المركر بتاعها. في البلد بقى في البلد السيرة يعني بلازمة اللي اللي ما عندهاش حاجة خالص بنقول عليها او. هيكون عندها لبي وتمام? طب اللي عندها خالص ليه? افرد كان عندها تروم تقتل نفسها يعني ده والانتجين بيهجموا على بعض. تمام? احنا انا بكتب لكم فوق هنا الانتي بادي. وتحت هنا كنت بكتب لكم الريد بلاد سيلس. ده بقى هيحتوي على الانتي بادي بتاع بي. ليه? لانه عنده ايه? لو كان عنده انتي بادي بتاع ايه? كان هيقتل نفسه. وهنا الانتي بادي دي طبعا علامة الانتي بادي بتبقى كده. ده عنده الانتي بادي بتاع ايه? عكسه. آآ الكلام ده كله بعد مما تدرسه هتعرف ان هو جود نيجا ديب تيست نقدر ننفي بي ولا نسب. انه مسلا امه وابه متنازعين على آآ ده ابنهم ولا لأ بنعمل بلوت جروبنج ونقدر نعرف يعني. لو امه ايه? واب بي وتجوزوا ابنهم ممكن يبقى ايه? او بي? او ايه بي? هل ممكن يبقى او? مستحيل. هيجيب من فين الاو ده? مسلا يعني. بس مشانا اختلف. آآ تاني مع علومة مهمة. ده الكلام دي يعني بلوت جروبنج يعني يعيب لنا اشرحه يعني هو فيسيولوجي اصلا اساسيات. بيقول لك تمانين في المية من البشر سيرو بوزيتف. يعني ايه سيرو بوزيتف? يعني السيرم بتاعهم بيحتوي على الانتي جنس. الانتي جنس ديت مش بس على بيقوموا راحين في السيرم. تب ما تروحوا في السيرم ايه هو السيرم ده اصلا? السيرم ده ده كترة اللي بيتكون به آآ البودي فلويدز اللي في جسمنا. بنكونه بالسيرم. زي مسلا السلايفا السويت السيمين الجاستريك فلويدز وما الاخر. وعشان كده لو قدرنا نحصل على اي سيرم من البشر دول هنقدر نطلع الانتي جنس اللي عندهم فنقدر نتعرف على الشخص الفلين. خلصنا كده ايه ده كترة والله انا اسف لو طولت عليكم عذروني. معك اخر سكرينشوت هتاخدها في اللحزة دية وتقوم كاتبها بعدين. الفيديو ايه ده كترة والله العظيم بتشرح في ست ساعات في الجامعة. دول اربع دروس اصلا يعني بيتشرح على اربع ساكاشل. ماشي فانا يعني حولت تلخصه قدر الامكان اه تمانا ما تعذرنيش لانا طولت عليك. وجبتلك ملخص وتمام التمام يعني. فاحمد الله عز وجل. تمام? اخر ودعوانة باذن من الله الواحد الاحمد. اه ان الحمد لله رب العرش العظيم. الفيديو القادم ان شاء الله هيبقى الوونس او ممكن هيبقى الفرونسيك جيناتكس الاول. هنشوف. اه انشر الفيديو ده مع اصحابك. عشان الفايدة تنتشر للجميع واعمل سبسكرايب. تمام? وتوكلنا على الله.